أكد شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب على دور الجمعيات الأهلية والخيرية في دعم الفقراء ومساندة المحتاجين والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم ليتمكنوا من الحصول على أفضل جودة ممكنة والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على كاهل الأسر الأقل حظا والأكثر احتياجا جاءت تصريحات شيخ الأزهر خلال لقائه مع رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز كما أكد شيخ الأزهر أن بيت الزكاة والصدقات الذراع الخيري للأزهر شديد الحرص على الالتزام بالقيود الشرعية التي تحكم حركة المال تحصيلا وصرفا بالإضافة إلى تحديدها بموارد وشروط شرعية في صرف هذه الأموال في مصارفها المقررة شرعا